نحن أمةٌ مقهورة، مُطَّهَدة، مُستهدَفة تستهدفنا كثيرًا من الجهات التي تُريدُ بنا السُّوء وعلاوةً على هذا كلِّه فإنَّا في داخل أوصاط هذه الأمة نُعاني من التبعثُر والانشِقاق والعداوات والاختلافات أو الخلافات الناشئة من غير دين والتي تُلهِبُ الأوضاع أكثر وتستنزِفُ القوى أكثر ويُضافُ إلى هذا أن التحديات التي تواجهُها أمَّتنا خاصةً في هذا العصر ليست بالتحديات الهيِّنة إنها تحدياتٌ كُبْرَى بعضُّها يُؤثِّرُ أو يُهدِّدُ أصلَ وجودِ هذه الأمة بشكلِهَا الحاليِّيَّةِ بمُتَبَنَّيَاتِهَا العَقَدِيَّةِ الحَالِيَّةِ بِثَقَافَتِهَا بِفِكْرِهَا الحَالِيَّينَ لِذَا فَإِنَّ مِنَ الضَّرُورَةَ أَنْ تَتَحَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنْ يَتَحَلَّ أَفْرَادُهَا بِصِفَاتٍ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ عَاصِمَةً أَمَامَ هَذِهِ التَّحَدِّيَاتِ أَوْ مِنْ مَخَاطِرِهَا هَذِهِ الصِّفَاتِ هي الصِّفَاتُ الَّتِي رَسَمَهَ الشَّارِعُ الْمُقَدَّسِ لَوْ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنَّا تَحَلَّى بِهَا لَأَسْهَمَ ذَلِكَ كَثِيرًا في إصلاح هذه الأمة وفي دفعها نحو العزة والمنعة لهذا نحن عقدنا منذ سنوات هذه السلسلة البحثية أو الوعظية أو الأخلاقية سمِّها ما شئت هذه السلسلة المُعنونة بعنوان بناء شخصية المُستقبل نتأمل ونرجو من الله تبارك وتعالى أن تتحلّى شخصية الإنسان الشيعي بهذه الصِّفات التي يُشْرِقُ بها مُستقبل هذه الأمة ترجمة نانسي قنقر